سعال هالأمو إلينا الضفو عمو يزيد تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذن يا أطفال لما تسجلوا في الحضور شوية على الصبر باش نستدفوكم كامل عمو يزيد حب كامل كامل جو تحضروا معه في الحصة كنا في الحصة اللي فاتت كل منعنا يوم عالمي مهم هو اليوم العالمي لمرض خبيث هو مرض السرطان واليوم في هذه الفترة هذه بعد أيام قليلة كين اليوم العالمي لسرطان الطفل علش نتوقفوا فيه لأنه احنا نحبه نتضامنه ونتوقفه ونطلبه الشفاء العاجل لهذا الأطفال اللي رهمه مراد وكذلك نشوفه وين لحقت الأبحاث الأبحاث في العلاج وكامل لهذا المرض الخبيث وخاصة الأطفال إحنا ماذا بنا قاع الأطفال أطفال العالم كامل قاع يعيشوا بسلم وهناء وبصحة جيدة إذن نتوقفهم الشفاء العاجل لمرض السرطان الأطفال إذن هذا نداء نقول لكم يا أطفال رنا معكم ربي شافيكم إن شاء الله وراح نجون زوركم في المستشفيات إن شاء الله هذا وعد تحبوا الأرغاز نعم لغز اليوم يقول نحن إخوتين واحدة سريعة والأخرى بطيعة وتعمل 24 ساعة على 24 من نحن؟ نحن إخوتين واحدة سريعة وواحدة بطيعة ونعمل 24 ساعة على 24 طيلة 24 ساعة فكروا لغاية نهاية الحصان ثم أصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز بالطريقة التالية أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل اكتب عمويازيد.com اضغط على زورها جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي باليدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائس في الحصان الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن على بل بنتوما شاطرين فكروا في الجاوب عن اللغز باش تنالوا الجائزة اليوم على بل بلي شاطرين فكروا لغاية نهاية الحصان راحين قدروا نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح الجزائري مع نور الهدى راحين تعرفوا على عبيدي محمد الطهر إذن اتفضلي نور الهدى اتفضلي 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 على نور الهدى اتفضلي 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 مساء الخلي أطفال اليوم جيت نحكي لكم عن حياة العقيد عبيدي محمد الطهر ولد عبيدي محمد الطهر المدعو الحاج لخدر في 13 مارس 1914 بقرية لاتشليح باتنا في أسعة فقيرة تتلمد في مسقط رأسه على حفظ القرآن وكغيره من الأطفال امتهن في صباح ومقتبل شبابه ما تيسره له من الأعمال المتواضعة كان من العناصر الأولى التي حضرت للطورة التحريرية من خلال تأسيس خلايا سرية بمدينة باتنا سنة 1939 واستمر نشاطه إلى غاية سنة 1941 حيث اتصل به مصطفى بن بولعيد وزوده ببرنامج عمل جديد أهم نقاطه هو توسيع الخلايا السرية وتقسيمها وتنظيمها وفي سنة 1947 تم سجنه لمدة شهر لأنه داراكي فرنسي اعتدى على أحد الباع المتجولين وتم نفيه إلى تونس بعد عودته من تونس في سنة 1952 ذهب إلى البقاء المقدسة للحج وأصبح يعرف بالحج الخضر كان العقيد الحج الخضر من أوائل الطوار على رأس فوج من 25 شخصا لمهاجمة تكنة دبابات باتنا ليلة أول نوفمبر وعقب ذلك عين على رأس قطاع باتنا ليقود بعدها عملية مهاجمة القطاع الحامل للسلاح إلى بسكرة عبر مدينة باتنا وقام الجيش الفرنسي بحملة تمشيط وبحث عن الحاج الخضر مصحوبة بحصار كبير سنة 1955 على مستوى مدينة باتنا وسريانا وعين توتا والمعدر ومروانا لكن باءت كل جهودهم بالفشل ولما توفي مصطفى بن بولعيد التحق بقيادة الولاية الجماعية ثم تم تعينه قائداً عسكرياً للولاية ثم قائداً للولاية بالنيابة في أواخر 1958 كما حضر مؤتمر العقاد العاشر بالخارج في 1959 أين تم رسمياً تعينه قائداً للولاية الأولى برطبة عقيد بعد استشهاد أحمد نواورا لكن للأسف لم يتمكن من العودة إلى الولاية الأولى بسبب المرض والإرهاق تم انتخابه نائباً في المجلس التأسيسي ابتداء من 20 سبتمبر 1962 من أهم إنجازات الحاج الخضر هو وضعه حجر الأساس لمسجد أول نوفوبر الكبير بباتنا الذي أكمل الناس وتشيده عن طريق التبرعات توفيه في 23 فبراير 1998 بباتنا وتم التسمية الجامعة باتنا باسمه تخليداً لذكره أحمد نواوراً شكراً 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 إذن الجزائر حرة مستقلة بفضل تضحيات لقاموا بها الشهداء والمجهدين إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحبوا الأغاني؟ نعم تديروا كامل الواجب بتاعكم؟ نعم عمو يزيد لكم أغنية قل فيها ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب تديروا الواجب بتاعكم؟ نعم يلا تغنوا كامل معي ويلتي يا ويلتي موسيقى ويلتي يا ويلتي نرأكم في واجبي ستعاقبني معلمتي بأشد ذرعي خالي ويلتي يا ويلتي نرأكم في واجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب موسيقى موسيقى حبلة بدء الدرسي قال أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صمتي أبكاموا قبل بدء الدرسي طالت تروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صبتي أفكان ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجيبي ستعامبني معلمتي بأشد العباب ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فرود الغداء وصرت الآن في محزيحي ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فرود الغداء وصرت الآن في محزيحي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي تعاقبني معلمتي بأجرد العقاب بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به سرخت وعطتني سفرة وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة كلا لم أقم به سرخت وعطتني سفرة وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة ويلتي يا ويلتي لم أقل بواجبي تعاقبني معلمتي بأجرد العقاب من اليوم فصعيدا سأهتم بواجبي وتلميذا مشتهدا لأفرح أمي وأبي من اليوم فصعيدا سأهتم بواجبي وتلميذا مشتهدا لأفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي سرخت وعطتني معلمتي بأجرد العقاب برافو 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 إذن من اليوم فصعيدا سأهتم بواجبي وتلميذا مشتهدا لأفرح أمي وأبي إذن الواجبات يا أطفال يجب القيام بالواجبات باش تنجحوا تحبوا ألعاب الخفاة؟ نعم يلا نروحوا مع أم محمد لجانا من مدينة الأغوات بألعاب الخفاة تسفيقة 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 أهل عم محمد تفضل تفضل لجانا من مدينة الأغوات تسفيقة تسفيقة تسفيقت اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة مدينة اشتركوا وسكانها اشتركوا في القناة 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 راح انتلحنوك قال له عموم دلي ربعة دبزات قاعد يقول له ها يا ربعة دبزات برابو برابو تعالي تعالي بنتي اروحي اروحي اوقع دي بنتي واسمك؟ راهف واسمك؟ راهف راهف اسمك شباب شحن في عمرك؟ خمس سنين خمس سنين احكي لنا نكتة لك بنتي؟ كان ميكي مقدر لمن هذا الراجل كان يبق في زلابية كان مربي ثلاث حيوانات واحدة كلب واحدة قطة وهي النحلة النحلة بديتش تقول زلابية زلابية والقطة بديتش تقول ميادر ميادر والكلب تقول هاو شرو هاو شرو هاو شرو هاو شرو برابو 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 تعالي بنتي تعالي تعالي أقالي واسمك بنتي؟ سيرين سيرين؟ وين تسكني؟ شحن في عمرك سيرين؟ خمس سنين خمس سنين احكي لنا نكتة تعالك بنتي؟ ميادروني اي تفضلي يا أطفال يا علوي شعبر علي والقوة والصحة اسأل الطبيب برافو 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 الحق نادركا يا أطفال تعالي بنتي تعالي أروحي 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 مسبوح تدخلي أنا 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 تعالي بنتي واسمك؟ مريم مريم وانتشكني مريم؟ فليزيزار واسمها بالعربية؟ يسر مريم مرحبا بك بنتي وبقع السكان ويلا يتزوزو في مدينة يسر ما حال في عمرك؟ ثمانية سنين ثمانية سنين حكينا نكتة تعالك بنتي كان واحد دياري من الكعكة كان وزوجة ذكورة كانوا في واحد القصر كبير خرجوهم من ثم كي ملقوا شوش يديرو لقياه واحد الدار قتلهم واحد المرار رحوا تاكلو كي يراحوا مش ياكلو كلوا هذا ك المنزل جامل وماد ثنين تكين تاكلوا قتلوهم اروحوا تاكلو هها هذا ثانين المنزل قتلهم وماد ثنين يراحوا siempre ياكلوه وزين كان واحد الدار ی embod king لحقنا دوركا الحقنا دوركا للجواب عن اللغز فكرتوا في اللغز نعم إذن نحن إخوتين واحدة سريعة والأخرى بطيئة وتعمل 24 ساعة على 24 تعالي بنتي رواحي تعالي تعالي واسمك؟ آية 12 سنة 12 يوم؟ 12 سنة الله يبارك في القبة وش هو الجواب؟ ساعة ماهيش ساعة تفضلي بنتي ماهيش ساعة نحن إخوتين دوكز مزوش حويش يا أخي تعالي بنتي واسمك؟ أمفال قولينا وش هو الجواب؟ عقارب الساعة عقارب الساعة رواحي بنتي أعطيلي الهدية تحا إذن الجواب هو عقارب الساعة إذن بنتي عمو يزيد يهديك أنا نشوب هكذا نشرب فيه الحليب والماء يفيدك إن شاء الله ويعطيك عمو يزيد ثلاث أقراص مضغوطة تروى الساعة اللي انتجهم عمو يزيد خلال سنتين في كل الساعة كانت 22 أغنية للأطفال من حق الطفولة معلمي ومبروك النجاح أعليكم تفضلي بنتي تفضلي لا شكر على واجب تفضلي تفضلي تكري اليوم عدنا عيد ميلاد آية 12 سنة تعالي آية أروحي بنتي أروحي أروحي بنتي تعالي 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 إذن عمو يزيد وأصدقائي راح نغنو لها عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحي يجيبونا القاتو تحها وإحنا نغنو لها تعالوا تعالوا لتحكوا بيا تعالوا عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد من القلب يديك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرع يا ربي دمية سنة وتعيش أيامها أفضل شرع يا ربي دمية سنة وتعيش أيامها أفرار هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بسمك أنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بابا ما يدولوه وصحابه ويبردولوه مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغليلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو اذا 12 11 10 7 7 4 3 1 برافو برافو بنتي مبروك عليك اذا ايا ايا عم يزيد يحدي لك هذه الهدية هي شهادة انجاح تصوير حسة عم يزيد في هذا الظرف الجميل وانتو متانية اطفال غير تخرجوا منا كامل عندكم شهادة لكل واحد تاخدوها كذكرى من عم يزيد تحتفظوا بها بما انك رسلتنا على عنوان صندوق بريد 42 ألف استوالي العاصمة بخمس قاسمات من علب حالي برامي رامي ممول البرنامج وراعي البرنامج يهديك هذه الهدية ان شاء الله تستفادي بها وتصفيقها مبروك عليك بنتين مبروك عليك وانا مبقى لي الى نقولكم ابقوا على خير سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت نحبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين